بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ففي اللقاء الماضي كنت أتكلم عن البعث والنشور وأن البعث خلق جديد ومن ذلك أن العبادة عندما يبعثون يبصرون ما لم يكونوا يبصرون فإنهم يبصرون في ذلك اليوم الملائكة والجن وما الله تبارك وتعالى به عليم ومن ذلك أن أهل الجنة لا يبصقون ولا يتغوطون ولا يتبولون وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا في الدنيا بل يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن نشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر ولهذا جعل المعاد هو المبدأ وجعله مثله أيضا فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله وهكذا كل ما أعيد فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو نبينا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح بذلك الخبر كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رزل من المسلمين ورزل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فرطم اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال صلوات الله وسلامه عليه أدب النبي عليه الصلاة والسلام وحلم النبي عليه الصلاة والسلام ورفق النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى وفي رواية الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أن بعث قبل صلوات الله وسلامه عليه والخلائق جميعا الخلائق جميعا في هذا الموقف العظيم يحشرون إلى رب العالمين سبحانه والله تبارك وتعالى سمى اليوم الذي يحشر الناس فيه يوم القيامة سماه بيوم الدين وسماه بيوم الجمع لأن الله يجمع العبادة جميعا قال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ويستو في هذا الجمع الأولون والآخرون قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقدرة الله تحيط بالعباد وهو لا يعززه شيء في الأرض ولا في السماء وحيثما هلك العباد فإن الله قادر على إتيان بهم إن هلكوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض وإن أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض كل ذلك عند الله سواء قال تعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا لماذا؟ لماذا يأتي بنا جميعا؟ لأنه على كل شيء قدير قال إن الله على كل شيء قدير يا أهل الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قادر وهو الذي يقول للشيء كن فيكون وكما أن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيث كانوا فكذلك أيضا علمه سبحانه وتعالى محيط بهم فلا ينسى منهم أحدا ولا يضل منهم أحدا ولا يشذ منهم أحد لقد أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى وعدهم عدا كما قال في كتابه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبذا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا وقال سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا سبحانه وتعالى جل في علاه وهذه النصوص معمومها تدل على حشر الخلق جميعا الإنس والجن والملائكة ولا حرج على منفقها منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم فذهب ابن تيمين رحمه الله إلى أن ذلك كائن يعني أن البهائم يحشرون يقول ابن تيمين رحمه الله وأما البهائم فجميعها يحشرها الله تبارك وتعالى كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بزناحي إلا أمم من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت وقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهذه نصوص قرآنية كلها دلة على أن الله يحشر الجميع حتى الحيوانات سبحانه وتعالى جل في علا الإمام القرطبي حكى خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك كائن للأخبار الصحيحة الوالدة في ذلك قال القرطبي رحمه الله واختلف الناس في حشر البهائم وفي قصاص بعضها من بعض فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها وقاله الضحاك وروي عن ابن عباس وفي رواية أن البهائم تحشر وتبعث وقال أبو ذر وأبو هريرة وعم بن عاص والحسن المصري وغيرهم وهو الصحيح لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت ولقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون قال أبو هريرة رضي الله عنه يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم لكلام أبو هريرة والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عد الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا كلام صحيح فالراجح أن الوحوش تحشر في يوم الدين كما رجح ذلك كثير من أهل العلم وكما قال ربنا في كتابه وإذا الوحوش حشرت طيب ما هي صفة حشر العباد قلنا بأن العباد يحشرون في يوم الدين ما هي الصفة التي يحشرون عليها العباد يوم القيامة يحشر العباد كما أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه حفاتا عراتا غرلا يعني غير مختونين ففي صحيحة البخاري ومسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ صلوات الله وسلامه عليه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وعندما سمعت عائشة رضي الله عنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا قالت يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الرجال والنساء جميعا يعني يحشر الناس جميعا يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا رجال ونساء هل يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض هذا يوم عظيم هذا يوم عظيم هذا يوم ترتجف فيه النفوس فكيف يعني ينظر الإنسان إلى عورة أخيه وهو مشغول في هذا اليوم بشغل الله تبارك وتعالى به عليم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإياكم في هذا اليوم العظيم وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها فقد رأى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال سمعت رسول الله دا أبو سعيد الخدري اللي يقول يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي قال الشيخ نصر الدين الألباني في هذا الحديث وهو كما قال وقد وفق البيقي أو وفق البيقي بين هذا الحديث وسابقه بثلاثة أوجود الأول أنها تبل بعد قيامهم من قبولهم فإذا وافوا الموقف يكونون عراه ثم يلبسون من ثياب الجنة الثاني أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة نسأل الله أن نكون كذلك الثالث أن المراد بالثياب هؤون الأعمال أن يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير وقال تعالى وثيابك فطهر واستشهد البيقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه وحديث جابر هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه ولا يفقه منه أن العبد يبعث في ثيابه التي كفن فيها أو مات فيها وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من الإيمان والكفر واليقين والشك نسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإيمان وأن يميتنا على اليقين ولا نموت على أي شيء من أولول أو أي لول من ألوان الكفر أو الشك كما أن العامل يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته ويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم هذه كلها أحاديث صحيحة تبين للإنسان كيف سيكون الحشر يوم القيامة ولذلك لا أجد أمامي كلاما أقوله الآن إلا أن أسأل الله عز وجل أن نكون على يقين من الإيمان وعدم شك فيه بحال من الأحوال فالذي يموت ومحرم يبعث يوم القيامة للبية كما في صحيحة بخاري ومسلم ومسندي أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا كان مع النبي صلوات الله وسلامه عليه فوقصته ناقته يعني أسقطت فكسرت عنقه فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبين ولا تمسوه طيب ولا تخمل رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبية يعني يبعث يوم القيامة على الحالة التي مات عليها والشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون الدم والريح ريح المسك ومن هنا استحب تلقين الميت لا إله إلا الله لماذا؟ ليموت على التوحيد ثم يبعث يوم القيامة ناطقا بهذه الكلمة الطيبة يقولها لا إله إلا الله ويحتمل لأنه كما جاء في الحديث أول من لبس السراويل إذا صلى مبالغة في التسطر محفظا لفرجه من أن يماس صلاته ففعل ما أمر به فجزي بذلك عن خليل الرحمن إبراهيم أن يكون أول من يستر يوم القيامة طيب نود أن نتكلم يا إخواني عن أرض المحشر نحن قلنا بأن الله سيبعث للباد سيبعث العباد من قبورهم للحشر والحساب والجزاء نود أن نعرف ما هي الأرض التي سيحشر الله تبارك وتعالى عليها العباد يوم القيامة الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير الأرض التي نحن عليها قال الله تبارك وتعالى في كتابه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر كما في صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ككرسة نقي قال سهل أغيره ليس فيها معلم لأحد قال الخطابي العفر بياض ليس بناصة وقال عياض العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلة وقال ابن فارس معنى عفراء يعني خالصة البياض والنقي أي الدقيق النقي من الغش والنخال والمعلم العلامة التي يهتدي بها إلى الطريق كالجبل والصخرة أو ما إلى ذلك وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي سقناه هنا ورواه صاحبة الصحيح المخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال تبدل الأرض أرضا كأنها الفضة لم يسفك عليها دم الحرام ولم يعمل عليها خطيئة ورجال هذا رجال الصحيح وهو موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن إبان عن أكرمة قال بلغنا أن هذه الأرض يعني أرض الدنيا تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها وفي حديث الصور الطويل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فيبسطها ويصطحها ويمدها مد الأديم لا ترى فيها عوجا ولا أمتى ثم يسجل الله الخلق ججرة واحدة فإذا هم في هذه الأرض مبدلة في مثل موضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسلم ونصدق بما قاله صلوات الله وسلامه عليه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يبدل من الأرض إنما هو صفاتها فحسب فمن ذلك حديث عبد الله بن عمر بن نوقوف ابن عمر الموقوف عليه قال إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الخلائق وفي حديث جابر رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمد الأرض مد الأديم ثم لا يكون ابن آدم منها إلا موضع قدميه ورجال هذا ثقات ومنها حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض قال يزاد فيها وينقص منها ويذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشزرها وتمد مد الأديم طيب ما هو الوقت الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات متى يكون ما الوقت الذي يتم فيه هذا التغيير أفادنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس على الصراط أو قبل ذلك بقليل فقد جاء فيه صحيح مسلم عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يا رسول الله فقال صلوات الله وسلامه عليه على الصراط وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحة وفي صحيحة مسلم أيضا عن ثوبانا أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله وسلم هم في الظلمة دون الجسر والمراد بالجسر الصراط والمراد بالجسر الصراط طيب بعض الناس وللأسف الشديد مع كل ما ذكرنا من أحاديث صحيحة في إثبات البعث والنشور يكذبون بالبعث والنشور فنود أن نذكر بعض الأدلة الدلة على البعث والنشور ونرد على المكذبين بالبعث والنشور من كتاب رب العالمين ومن سنة الهاد البشير صلوات الله وسلامه عليه فأقول وبالله التوفيق كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبر بها الأنبياء والمرسلون ونحن نتلقى هذه الأخبار من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر القرآن الكريم قول المكذبين وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم قال تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال الله تعالى عن المكذبين بالبعث والنشور وقالوا إن هي إلا حاتنا الدنيا وما نحن بمبعثين وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إلى آخر ما ورد من ذلك من آيات كثيرة في كتاب ربنا تدل على البعث والنشور وأن الله تعالى قادر على ذلك وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه جل في علاه وقد تعرض شيخ الإسلام بن تيمية لأنواع أو لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافق هذه الأمة فقال الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطلبة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها وما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط ولا يقرون بحشر الأجساد وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعادة بالكلية فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأكساد وقد بيان الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه أمر معاد الأرواح والأكساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن الكريم والسنة النبوية المشهورة فأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربة لنفهم المعاد الروحاني وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولون مؤلف من قول المجوس والصابئة ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام وطائفة ممن ضاهاهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم أو منافق وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان هؤلاء الذين لا يقرون بمعاد الأكساد والأرواح كما أخبر ربنا في كتابه هؤلاء لا يقرون على ذلك بل هؤلاء يجب قتالهم والأخذ على أيديهم وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في المعاد وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى شيخ الإسلام المتامية هذا الصرف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد بأهل التخيل وقال فيهم فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بيّن الحق ولا هدى الخلق ولا أضحى الحقائق صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله كلام باطل فالرسول بيّن الحق صلوات الله وسلامه عليه ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور انتبهوا معي إخواني يمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف الصفل الأول الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطباعية ومنهم الشيوعيون في عصرنا الذين ينكرون وجود الخالق جل في علاه وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن الخالق وهم ينكرون للنشأة الأولى والثانية وهم ينكرون لوجود الخالق أصلا ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد بل يناقشون أولا في وجود الخالق ووحدانيته ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك الأمر الثاني الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله وهم مقائلون فيما حكاه الله عنهم إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وهؤلاء يدعون أولا إلى الإيمان بالله وإلى قدرة الله تبارك وتعالى وأن الله ليس بعاجز عن إحيائهم بعد إمامتهم بعد إماتتهم وقد ضرب الله عز وجل لهم الأمثال وساق لهم من الحجج والبراهين ما يبين به قدرته سبحانه على البعث والنشور وأنه لا يعجزه شيء وهؤلاء منهم طوائف ومنهم اليهود الذين يسمون بالصادقيين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى وهم يكذبون ببعثه والنشور الأمر الثالث والأخير الذي أذكره هنا الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية ونحن يا إخواني يجب أن نؤمن بكل ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو الحق الذي يجب أن نهتدي به إن شاء الله تعالى وفي اللقاء القادم سأتكلم بإذن الله تعالى عن أدلة البعث والنشور وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته